فضيلة الإمام الأكبر الأسادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين يقول الله تعالى في سورة الفرقان وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا صدق الله العظيم الخبير اسم من أسماء الله الحسنة ورد في القرآن في أربعين آية من آية الله عز وجل ماذا تعني هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذه الكلمة هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وردت كثيرا في القرآن الكريم وأيضا وردت في السنة وأجمع عليه المسلمون فإذا كان هذا الاسم ورد في القرآن الكريم وكان المسلمون مجمعين على ثبوت كل ما في القرآن الكريم فبالضرورة أن الإجماع هنا ينسحب على هذا الاسم هذه فقط يجب أن نعلمها وقد هناك كثيرون يكتفون بوروده في القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن إجماع المسلمين ده مهم أيضا لهم تأكيد لهذه المعاني الاسم الخبير أو لفظ الخبير هو في اللغة العالم أو العليم بمواطن الأمور يطلق على نوعين من العلماء العالم بواطن الأمور مطلقا والعالم بالشيء بعد أخباره أو بعد الاستخبار عنه يعني هذا الشيء لم يكن يعلمه ثم علمه ببواطنه كان يجهله ثم أخبر به أو هو استخبار هو استخبار يعني طلب الاستخبار فأصبح عالما به وبواطن الأمور فأصبح يطلق عليه اسم الخبير ويفارق العالم العادي ما الفرق من خبير وعالم عالم يعلم الشيء لكن الخبير يعلم بباطن هذا الشيء زي بالضبط حتى نحن في لغتنا الدارجة أو استخداماتنا الدارجة نستعمل هذا فنقول محسن نحن عايزين خبير للموضوع أن نطلب خبير الخبير هو يعني إذا كان شيء مثلا في الهندسة ولا كذا ولا كذا هو أصلا مهندس يعني وزيد لكن ما يعلمه الخبير من بواطن هذا الشيء لا يعلمه زميله العادي الذي لم يعني قد يكون هو خبير لأنه تعمق في هذه النقطة بالذات أو في هذا الحق يعني خبره أو صبر أغواره خبره بالضغط يعني وصل إلى أعماقه وصل إلى أعماقه وعرفه بعمق لا يعرفه به غيره من الذين يعلمون هذا الشيء ونحن نعمل كلنا عن معنى الكلمة نعمل معنى الكلمة بشكل عام نعمل كلنا فإذن الخبير هو العليم ببواطن الأمور طبعا بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نقول أنه الخبير بمعنى العليم ببواطن الأمور بعد إخباره أو بعد استخباره مستحيل هذا مستحيل لأن العلم أو الخبير بمعنى العلم بعد إخبار أو بعد استخبار يستلزم أمرين الأمر الأول أنه يسبقه الجهل وده يستحيل على ربنا سبحانه وتعالى طبعا من صفة نقص مستحيلة الأمر الثاني التغير لأن هذا الخبير قبل أن يستخبر أو يخبر غيره بعد أن علم هذا فتغير علمه من أنه عالم عادي إلى عالم خبير والتغير أيضا نقص يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به لأن التغير هذا معناها يستلزم برضو الجهل لأنه لو كان مثلا الأول يعلمه ألفا ثم تغير فعلمه باءا علمه ألفا طلع جهل على طول نتيجة التغير فالتغير سبحانه وتعالى يعني كل علوم نحن هي ناقصة من هذا لأنها تتغير تتبدل تكون جهلا تكون خطأا على خلاف ما عليه المعلوم كل هذه نواقص علم الله سبحانه وتعالى منزه عنها لأنه هو العلم حتى يسمونه العلم المسترسل مع الأشياء فهو طبعا أزلي وفيما لا يزال يعلم ما كان وما يكون وما سيكون كيف سيكون قبل أن يوجد كل هذا فهذا هو العلم الإلهي وطبعا يصفونه بالشمور يصفونه بالامتداد والاسترسال يصفونه بأنه الأزلي وعلمه في الأزل وفيما لا يزال العلم في الأزل طبعا هي يعني صفة صفة ذات فيما لا يزال أيضا يعني حين يتعلق بالمعلومات ممكن يكون هنا يعني التعلق بأمور وجدت فيكون له علاقة ما بالخلق أو بالمخلوقات أو بأفعال العباد لكنه أصلاً حتى لو يعني ظل هذا الكون في كتم العدم يعلمه يعلمه أو هل يستمر في كتم العدم أو متى يظهر حتى في بعض المفكرين المسلمين ضلت بهم الطريق يعني لأنهم كانوا يقولون إذا كان علم كل شيء وكيف سيكون حين يكون إذا كان مثلاً علم أن زيداً سيكون سيأتي في الزمان الفلاني وسيشرب الخامر وسيعقب مثلاً ما زنب زيد هنا طبعاً الإجابة واضحة أن العلم ليس صفة تأثير إنما هي صفة انكشاف بمعنى أن حضرتك دائماً نحن نضرب الأمثال لشيوخنا رحمهم الله قربوا إلينا هذه العلوم يقول لي مثلاً لو أنت معك بطرية ودخلت حجرة مظلمة ونورتها فعرفت أن فيه كرسي شفت فيه كرسي هل هذا النور هو اللي صنع الكرسي ولا كشف هذا الكرسي فطبعاً قال لي صفة العلم مثل هذا النور تكشف إنما لا تؤثر يعني تكشف الأشياء تكشف الموجودات لكنها لا تؤثر في الموجودات ولا في خلقها ولا فالعلم لأن كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لها دور معين ولها تعلق معين بالكون فالعلم من صفة الانكشاف طبعاً ده بعيداً عن قدرة ربنا سبحانه وتعالى على تغيير المقادير نعم القدرة بقى هي يعني صفة تأثير آه دي لها تأثير طبعاً دي لها تأثير الإرادة أيضاً لها يعني صفة أخرى وتعلق وهي الاختيار آه يعني مثلاً الله سبحانه وتعالى علم أن فلاناً سيولد في يوم كذا طيب ده علم كاشف هذا ثم تأتي القدرة فتظهر أو تخرج هذا الفلان من العدم إلى الوجود ده شغل القدرة اللي هو التأثير إخراج الأشياء من العدم إلى الوجود ومع ذلك كل ما يشتغل مع بعضه يعني مش مثلاً العلم توقف وجاءت لا كل ما يشتغل معاً ثم تأتي الإرادة اللي هي شغلتها التخصيص فتخصصه مثلاً بأنه يأتي في يوم كذا وليس في اليوم السابق ولا في اليوم أو يأتي على شكل كذا وليس على الشكل الآخر يأتي على طول كذا ولا على وهكذا كل أن الإرادة بتختار لكل مخلوق أشياء من بين أشياء عديدة جداً يمكن أن تكون له لكن اختار له هذا دون ذاك وهنا تظهر كيمة اللطف الإلهي اللطف الإلهي طبعاً لازم كل عبد من العباد واخذ نصيبه من هذا اللطف من هذا اللطف سواء العباد طبعاً أحياناً يكون يعني مفهومها أهم من أن يكون هؤلاء العباد هم بنو آدم أو يعني الخلق دون المخلوقات الأخرى فكما يعني ذكرنا في الحلقة السابقة وقلنا أن يعني الكون المسخر الكون المسبح الكون وخاصة الآية التي يعني وَلَقَدْ أَعْتَيْنَا دَاوُدَّ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعُهُمْ شوف بيأمر هذا وحيأمر ميت ومش ممكن يَا جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّيْر كمان يعني يَا أَوِّبِ مَعَهُمْ يعني رجعي التسبيح تردد التسبيح هو يسبح ثم ترجع التسبيح ويسبح أَوَّاب نعمل الأوَّاب أَوَّاب الترجيع اللي هو كثير ترديد الدعاء أو التسبيح طبعا أَوَّاب بمعنى يعني هو يَأُوُبُ معنى يَرْجَع طبعا فالأَوَّاب أَوَّاب إلى الله ممكن الراجع إلى الله دائما في كل ما فَيَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْر شيء عجيب لما يكون مثلا الطير الجبال وعلاها الطير كأنها يعني بل شبه وأستغفر الله جوقة يعني تسبح لله سبحانه وتعالى وإذن فالذي يُعد من الأسماء الحسنى من معاني الخبير هو الخبير ببواطن الأمور وخفاياها وبالأمور يعني التي يعلمها قبل أن تكون وتكون كما يعلمها بشكل عام العلم بخفايا الأمور ومنه مثلا الحديث الشريف مثلا رجل في السبع الذين الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وأيضا قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لا هو يعلم فإذن يعني الله سبحانه وتعالى عليم ببواطن الأمور وخفاياها وعلى العبد أن يلتفت إلى هذا إيمان يا مولانا بأنه من أسماء الله الحسنى الخبير كيف ينبغي أن يتجلى في أفعالي وفي حياتي نعم العلماء قالوا في إجابة هذا السؤال أن يتعهد باطنه وخفايا قلبه ويقصدون الأمراض اللي هي الأمراض القلبية اللي هي الحقد والحسد والغضب وإلى آخره طبعا هذه معروفها اسمها آفات القلب يعني عديدة جدا فيتعهدها ويحاربها ويكون بها خبيرا لأنه لو غفل عن هذا لا صح أن يأخذ من هذا الاسم أي نصيب هو محروم تماما الذي يعني يأخذ من نصيبه هو الذي يتعهد نفسه باستمرار يتعهد أمراض القلب اللي هي يبقى خبير بها لأنه العادة ألا يكون خبيرا لأنه لا ينشغل بها يعني تأخذه الظواهر وتأخذه المظاهر وتأخذه الحياة ولا يلتفت إلى ما في قلبه من آفات ومن أمراض ومن ذنوب وآسام لأنه ذنوب قلب يعني الحقد ما يبنش للإنسان مثلا أنه كارثة ويتوب منه وكذا إنما هو موجود في القلب فهذا الإسم الكريم خبير ينبهنا إلى أن نحن نستفيد منه في محاربة آفات القلب والآفات الداخلة في الإنسان وما أكثرها الآن بل الناس يندر أن تجد شخصا يتوقف ولو قليلا ليحاسب نفسه على هذه الآفات أو هذه الأمراض فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلسي حكم المسلمين استفدنا كثيرا من هذا الحوار شكرا جزيلا لك وأحباءنا الكرام من المستمعين والمشاهدين شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء متجدد مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمة وبركاته